فوضى عارمة في البرلمان التونسي مجلس نواب الشعب تشبك بالأيدي بين النواب منوشات حالة من الفوضى حالة من الاحتقان في البرلمان اليوم عليش لأنه نواب تيارة ديمقراطية ونواب اتلف الكرامة تعاركم بعضا في لجنة من اللي جاء المنعقدة اليوم في البرلمان وتم قطع الجلسة العامة والصيح وفوضى أكبير يسر وتقصد زادة أعمال اللجنة هذه عليش انعقدت لأنها انعقدت حابة تودين النواب حابوا يدينوا تصريحات متا محمد العفيز على المرأة التونسية تصريحات محمد العفيز على المرأة التونسية اللي يعتبر فيها انو الانجاب خارج إطار الزواج هذا غير شرعي وقادين التصرف هذه واعتبر اللي فيه تهديد للمجتمع التونسي اعتبر فيه زادة العلاقات غير الشرعية اعتبرها معناها حاجات من المحرمات وما يلزمناش ننشرها في المجتمع التونسي وعديد من المسميات الأخرى اللي تهم خاصة المرأة وسمى برشا حاجات بكلام يعني الأشياء سميها بمسميات وهذا أنا معجبش نواب الدستوري الحر تابعين عبير موسي نواب تيارة ديمقراطية زيدة وكلهم أدين وحبوا يدينوا تصريحات هذي شنوه اللي صار كيف تعاركوا نواب في اللجنة هذي تم قطع الجلسة العامة تم قطع أشغال اللجنة وتعاركوا في بعضهم سيمي عبو ديخة مغمى عليها نلقاه زيدة النائب عن التيارة ديمقراطية أنور الشهد تم الاعتداء عليه على مستوى الوجه من قبل نائب سيف الدين مخلوف لأنه أنور الشهد حسب ما يقال أنه سب أم سيف الدين مخلوف فسيف الدين مخلوف اعتداء عليه بالعنف خلف له معناها ضربة فيه على مستوى الوجه واليوم برشا مطالب في تونس تطالب بحل البرلمين وتوجه لسيلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل فورا وحل البرلمين هدية لليوم واللعب على تونس واللعب على ديمقراطية والعهر أصلا أنه يكون نواب معناها مسايبين مشاغل الناس واهتمامات الشباب والشباب المعطل والبطال وقاعدين هم يتعاركوا ويسيبوا في بعضهم هذا غير معقول وغير مقبول لليوم وفي ندوة صحفية نائبة سيمي عبو طالبة رئيس مجلس نواب الشعب أولا حملته هو المسؤولية في اللقاءة سايري لأنه هو اللي يسمح لنواب اقتلاف الكرامة حسب تعبيرها بأنهم يتطاعلوا على زملائهم النواب طالبة إما برفع الحصانة فورا على نواب اقتلاف الكرامة وإلا هما بش يتكتلوا الكل مع بعضهم النواب وبش يسحبوا ثيقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغرنوشي وحملته هو رأسا مسؤولية اللي قاعد ساير في البرلمان شنو أراكم فلي ساير وكانت تحبوا تعرفوا جديد ما تنسي باش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بش يوصيلكم الفيديو القادم